ناجي في يعني خلينا نخش في حتة بيرسنل شوية انت السنين اللي فاتت انت برضو مع السن والخبرة وكده انت في مرحلة جديدة من حياتك انت تجوزت وماشاء الله عندك بنتين دلوقتي صح؟ نظبوط صح والبزنس كبر والتيم كبر انت بتيم في كم حد دلوقتي؟ حوالي سبعين حد سبعين واحد فانت بقى عندك ما شاء الله دلوقتي اربعتاشر غير المكان انا عارف ان فيه مختلف والبزنس تيب نفسه والتيم كبرت وانت تجوز بقى ليه اولاد ازاي بتحاول تدير وقتك دلوقتي لان بقى فيه متطلبات مختلفة تماما عنو انت متخرج لسه جديد ومعلكش ايه responsibility لا انت فيه اسرة وبيت وزوجة وبعدين انت برضو بتحاول تهتم بصحتك وشغلك ازاي بتحاول توازن بين الكلام طبعا دي معضلة يعني اخدت مني وقت كبير وما زالت طبعا تاخد وقت كبير ويمكن الاكتر فترة حسيت ان انا بدأت ارتاح فيها وعارف اعمل ده اول ما ما قررت بيني وبين نفسي ان انا مستحيل اعرف فوازن ما بين الناس دي كلها بنسبة مية في المية يعني الكمال ده انا عمري ما عارف اوصلي لو انا قد في شغلي كده واهلي كده ودي حقيقة ودي اصلا رسالة من الرسالة احنا بنقولها ان الكلام بقى ايه بتاع يعني شوية التنمية البشرية انت هتحط ساعة هنا هتحط ساعة ما بتحصلش صعب اوي يعني انت بتدير الانيرجي بتاعتك صح بصبت انا انا بقوم من البني ادم هو انيرجي هو طاقة فانا عندي طاقة النهاردة ان انا اشتغل اكتر بكتير فبتسحل في الشغل وعندي طاقة بكرة ان انا ايه ده مش قادر اشتغل فعايز اقضي اكتر وقت مع عمراتي وبناتي او ايه ده عايز اروح ازور امي واهلي او ايه ده عايز اروح مع اصحابي عايز اعود على القهوة فالطاقات دي هي بتبقى مختلفة فانا محتاجة يبقى عارف ان في حاجات ما بنبقاش قادرين نسيطر عليها بس جنب الطاقة دي ده اللي انا اتعلمته محتاج يبقى دايما عندي مهمة اسمها او الالتزام الانضباط الانضباط بتاع ان انا في حاجات هي لازم اشد خط كده خطوط حمر يعني في حاجات هي لازم تحصل انا بقى فايق مش فايق هي لازم تحصل وفي حاجات تانية يلا نكتهد في ان احنا نخلي حياتنا احسن فالطاقة دي بتحاول تستغلها دايما بالشكل الكويس اللي فيها ولما بيبقى فيها جزء اللي هو الناجاتف شوية السلبي الطاقة السلبية دي فبتحاول دايما الانضباطي هو اللي بيعود الحياة بالنسبة لي اسهل شوية لما بنات بلوكس بنات مربعات المربعات دي هي اللي انا بتحرك فيها المربع بتاع الاسرة مربع بتاع اهلي الاكبر امي واخوتي والاعلة كلها والمربع بتاع اه الشغل المربع بتاع الاصدقاء المربع بتاع النوع معين من الاصدقاء التانيين اللي انت بتبقى لما عايزين تروح ته 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 تماعهم على القهوة مهام ما تبلاكس كده فباقد عرفنا انا لازم اتحرك في البلاكس دي مش لازم اليوم الواحد يغطس البلاكس دي بس استنعارف ان حياتي في فترة زمنية معينة لازم البلاكس دي كلها تكون بتاعتي على لانه لو ما عملتش ده هتلاقي نفسك فعلا انت جاي على حاجة واحدة على حساب كذا حاجتان فبحاول اوازن بقى دايما بالشكل ده وانا بطبيعة شخص منظم شوية فبستغل بقى التنظيم في الحتة دي ان انا بقى منظم ايامي دي حاجة برضو ما كنتش بعملها لان انا خلي بالك مسلا كان عندي جزء ان انا طريقة شغلي مش تقلدية انا ما عنديش مكتب مثلا يعني لغاية تقريب انا ما عنديش مكتب فانا بشتغل من اي حتة بروح اشتغل من اي فرع بقعد في اي حتة بتاع فانا ما عنديش حتة سابتة بروح اشتغل فيها اعرف اخلق لنفسي روتين فالروتين ده على قد ما هو ساعات الناس بتشوفوا روتين بس ساعات بيبقى مهم في تنظيم اليوم انت عارف انت رايح فين تشتغل على اي كم ساعة وكده مش حياتك كلها كتماعات مش حياتك كلها يلا عندنا النهاردة الحاجات دي كلها فده كان تحدي عندي كبير فبدأت ابني الكالندر بتاعتي او النتيجة بتاعتي بتاعت ايامي ترتيب ايامي والجدول بتاعي بشكل يسمحلي ان انا ابقى بروتكتف على قد ما اقدر فيه